بالنسبة لتشمع الكبد وتليف الكبد وإيه الفرق بينهم لأن في بعض الأشخاص أو كتير الحياة من الأشخاص بيبقى عندهم لبس في الفرق بين هزين المرضين طبعا تشمع الكبد أو تليف الكبد ده كل واحد فيهم مرض منفصل عن الآخر يعني في البداية على طول عشان ندخل في موضوع الفيديو بالنسبة لي من أوجه الاختلاف بينهم أولا التعريف الفرق في التعريف بين تليف الكبد وبين تشمع الكبد تليف الكبد بيحدث تليف الكبد بسبب يعني معظم الحالات أمراض الكبد المزمنة وتليف الكبد ده بيحصل نتيجة إصابة أو التهاب بيحصل بشكل متكرر وعلى مدى طويل في الكبد وده بيؤدي إلى تراكم يعني كمية كبيرة من أنسجة الكبد التي تكون في حالة تندب أو مصابة بالندبات في الكبد وأنسجة الكبد اللي فيها ندبات أو تشوهات دي بتختلف عن الأنسجة الطبيعية الغير مرضية لأن الأنسجة اللي فيها ندوب أو تندبات دي بتكون غير قادرة على أن هي تجدد نفسها بنفسها على عكس خلايا الكبد السليمة وبالتالي لما يبقى الكبد أنسجة وبدأ يصيبها تندبات يعني هيصبح الكبد غير قادر على أداء وظفته في الجسم ويتضرر بشكل كبير وبالتالي بيصبح الكبد غير قادر على ترميم نفسه مرة أخرى طبعا تلايف الكبد ممكن يؤدي إلى نتيجة موت أنسجة الكبد ده بيؤدي إلى قلة الإمداد الدموي للكبد يعني تضفق الدم اللي بيروح للكبد بيكون أليل وبالتالي معناها أن خلايا الكبد لا تحصل على الكمية الكافية من الغذاء أو من الأكسوجين وبالتالي تؤدي في النهاية إلى موت هذه الخلايا أما التعريف بالنسبة لتشمع الكبد أو الكبد المتشمع السيرهوسز أو تشمع الكبد هو بيعتبر مرحلة متأخرة من تلايف الكبد غير المعالج وده بينتج من العديد من الأمراض زي التهاب الكبد أو إدمان الكحليات بكميات كبيرة طبعا كل مرة خلايا الكبد السليمة بتصاب فيها بأضرار بتحاول خلايا الكبد أنها تجدد نفسها وتصلح نفسها وده نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان أن أنسجة الكبد لها القدرة على الالتآم الزاتي وعلى أن الخلايا بتجدد نفسها مرة أخرى ولكن طبعا إذا كانت ضرر في خلايا الكبد ضرر كبير بيفوق قدرة الخلايا على إصلاح نفسها فده طبعا بيؤدي إلى تظاهر وظائف الكبد تشمع الكبد طبعا بيعتبر حالة خطيرة وممكن تصبح مهددة لحياة المريض الفرق الثاني بين الكبد المتليف والكبد المتشمع هو في الأسباب أسباب الإصابة أولا بالكبد المتليف الأسباب التي تؤدي إلى تلايف الكبد أشهرها إدمان الكحول أو التهاب الكبد الفيروسي وخاصة من النوع C أو الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات اللي بيحصل عادة عند الأشخاص اللي هم مرضى زيادة الوزن المفرط أو الأشخاص المصابين بمرض السكري أو مقدماته أو الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في مستوى الكولوسترول أو الدهون في الدم دول بيسبب مع إهمال العلاج وترك الحالة لتتأخر وتتفاقم بيصابوا بتلايف الكبد كمان التهاب الكبد احنا ذكرنا من النوع C اللي هو أخطر أنواع التهاب الكبد وأيضا التهاب الكبد الفيروسي من النوع B بيؤدي في بعض الحالات إذا لم يكتسب الجسم مناعه ضده أو الإنسان تلقى تطعيم صحيح ضد هذا الالتهاب بيؤدي إلى تلايف الكبد وأحيانا ممكن يحصل تلايف الكبد نتيجة سبب غير معروف بالنسبة للكبد المتشمع أسباب الإصابة بتشمع الكبد هي ممكن تحديدها في تعاطي الكحوليات بصورة كبيرة الأشخاص اللي عندهم إدمان للكحوليات والخمور أيضا التهابات الكبد المزمنة النوع المزمن منها اللي بتستمر الفترات طويلة مع جسم الإنسان اللي هو الكبد التهاب الكبد B و C و D أيضا تراكم الدون في الكبد يسبب تشمع الكبد تراكم الحديث في الجسم اللي هو الحالة اللي احنا ذكرناها قبل كده ما يعرف بترسب الأصبغة الدموية في الجسم وفي حالة تراكم الحديث بيصبح الحديث سام للكبد وبيبدأ الكبد يعجز عن التخلص من الحديث الزائد وبالتالي بيصاب بتضرر كبير أيضا مرض التلايف الكيسي ومرض تراكم النحاس في الجسم أو في الكبد بصورة خاصة وهو ما يعرف بمرض ويلسون أو داء ويلسون أيضا الأشخاص المصابين بضعف في القنوات الصفروية أيضا الأشخاص اللي عندهم بعض الاضطرابات الجينية وخاصة في عمليات هضم وتحويل السكر أيضا الأشخاص اللي عندهم اضطرابات وراسية في الجهاز الهضمي أو التهاب الكبد المناعي الذاتي إن جهاز المناع بيبدأ يهاجم خلايا الكبد لسبب غير معروف أمرض أيضا القنوات الصفروية زي التهاب القنوات الصفروية أو الاصابة أحيانا ببعض أنواع العدوى مع انخفاض مناعة جسم الإنسان زي مرض الزهري إذا كان مناعة الإنسان ضعيفة ممكن يأثر على الكبد ويؤدي إلى تشمع الكبد كمان ممكن تشمع الكبد يحصل أو الضرر يحدث نتيجة تناول أدوية معينة كعرض جانبي من بعض الأدوية أو جرعات زيدة من بعض الأدوية أو أدوية تم تناولها بصورة خاطئة ممكن تكون توكسك أو سامة وتؤدي إلى تشمع الكبد وتدهور خلايا الكبد بالنسبة للفرق الثالث بين الكبد المتشمع والكبد المتليف هو بالنسبة للأعراض اللي بتميز كل مرض منهم طبعا بالنسبة لتليف الكبد الأشخاص غالبا اللي عندهم كبد متليف ما بيكونوش عندهم علم بهذا الأمر إلا لما بيجوا يعملوا فحصات معينة أو لما الحالة بتتدهور يعني إما اكتشافها بالصدفة نتيجة إجراء فحص معين أو ممكن بعد تفاقم الأعراض وتدهور وظائف الكبد بصورة كبيرة ولكن غالبية الأعراض اللي بتظهر على المرض تليف الكبد هو ضعف في الشهية عندهم دايما بيشتكي المريض من الشعور بالتعب والضعف العام بيشتكي دايما من الإرهاق غير المبرر نقصان الوزن أيضا غير المبرر دايما المريض بيشتكي من الاستفراغ والغسيان بصورة مستمرة كمان المريض بيشتكي من الشعور بالألم الخفيف أقل ألم ممكن المريض يعني يتعرض له بيحس كأنه ألم شديد وقوي وده بيسبب انزعاج للمريض وأيضا الشعور ببعض الضيق والألم في الجزء العلو الأيمن من البطن وطبعا التشخيص أو التأكيد على الإصابة بأمراض الكبد يجب أن تتم عند طبيب مختص بعد ذكر هذه الأعراض للطبيب بالنسبة للأعراض اللي بتظهر على تشمع الكبد أو الكبد المتشمع من أشهر الأعراض اللي بتميز مرضى تشمع الكبد هو الميل للإصابة دايما بالكدمات والنزيف بسهولة لأن الكبد بيكون غير قادر على تكوين الجلطات الدموية في الدم في الصفائح الدموية وبالتالي الإنسان بيكون عرض لأي نزيف أيضا الإصابة باحتباس السوائل أو الوزمات وخاصة الاحتباس السوائل ده بيظهر في أسفل الساقين أو الكاحلين أو القدمين أيضا صفرار الجلد والعينين اللي هي الحالة اللي بتعرف به اليرقان طبعا الاستسقاء أيضا من الأعراض للكبد المتشمع في الحالات المتأخرة الشعور بحكة شديدة في الجلد وزيادة الحساسية من الأدوية والأثار الجانبية بتظهر بصورة كبيرة على المريض لو تناول أي دواء لأن الكبد بيكون غير قادر على معالجة المواد الكيميائية اللي في الأدوية والتخلص منها بصورة صحيحة كمان مريض الكبد تشمع الكبد بيشتكي من مشكلات في الزاكرة أو التركيز أو صعوبة في النوم أو دايما عنده ألأ مستمر وأيضا ممكن يظهر لون البول باللون الأسود طبعا بيكون الأعراض دي بتؤدي إلى أو بتشير إلى أن الكبد تدهر بصورة كبيرة آخر حاجة في التفرقة بين تشمع الكبد وتلايف الكبد هو بالنسبة للعلاج طرق العلاج في طرق العلاج الحقيقة الاتنين ممكن يكونوا بيتشبهوا إلى حد كبير تشمع الكبد وتلايف الكبد يعني نقدر نقول في بروتوكول العلاج بيتشبهوا إلى حد كبير العلاج بيستخدم ممكن يشمل استخدام مضادات الفيروسات في القضاء على الفيروسات في حال كان سبب الإصابة الإصابة بأحد فيروسات الكبد وخاصة فيروس الكبد C اللي هو بيسبب التهاب الكبد المزمن وباقي فيروسات الكبد بيتم أخذ تطعيم لها أو ممكن جرعة من العقار اللي هو مضاد للفيروسات في حال كان الإنسان شخص كبير ويعني الضرر بقى كبير في الكبد فبيضطر طبيب النوع يصف دواء قاتل للفيروسات مرح طيب أيضا من طرق العلاج عدم شرب الكحوليات أو تجنبها تماما في حال كان سبب الإصابة بالضرر الكبد هو إدمان الكحوليات زي الكبد الدهني كمان لو كان سبب المرض أو تدهور الكبد هو وجود كمية عالية في الجسم من المعادن السقيلة بيتم تناول دواء لتخلص الجسم من هذه المعادن السقيلة اللي هي بتسقل الكبد وبتؤدي إلى إجهاده كمان لو كان سبب التلايف أو التشمع هو دواء معين بيتم وقف هذا الدواء أو تغييره من قبل الطبيب المتخصص لو كان سبب المشكلة القناة الصفروية انسداد في أحد القنوات الصفروية أو الحويصلة الصفروية مليئة بالحصوات أو في مشكلة بيكون الحل طبعا علاج الانسداد في القنوات أو التخلص من استقصال بعض أجزاء هذه القنوات أو استقصال الحويصلة الصفروية حسب ما يرى الطبيب كمان من بروتوكولات العلاجة هي فقدان الوزن والتحكم في مستوى السكر في الدم والدهون وخاصة لدى مرضى الكبد الدهني اللي هم غير الكحولي اللي بيكون التهاب الكبد عندهم نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الدهون أو السكر في الدم ده كان أبرز وأهم الفروقات بين مرض تشمع الكبد وتليف الكبد التعريف في الفرق بينهم والأسباب والأعراض وطرق العلاج في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على الزر الأعجاب علشان ده بيدعمنا أن احنا نستمر نتمنى الاشتراك في القناة تفعل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات علشان يصلكم جديد الموضوعات اللي احنا بنقدمها لحضراتك في النهاية بنتمنى السلامة للجميع نلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد